فايدة الناتوب وانا عارف اللي انا هرجع للزنب تاني بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو دي هم حاجتين هقولهم لك اول حاجة مين قالك اللي انت هترجع للزنب تاني انت ما تعلمش الغيب وقلبك مش بايدك قلوب والعباد بين 70 من اصابع الرحمن ممكن قلبك يتحول من حب شديد للمعصية الى كره شديد للمعصية ربنا بيكافأك يا اخي عشان توبت فتلاقي فجأة توقفت تامم عن المعصية فما تقولش اصلا انا حرجة لا انت دلوقتي مش ندمان مش ناوه متعملش الزنب تاني اه بس انا عارف بعد لا ملكش دعوه بعد دي دي مش بتاعتك ندمان مش هعمل الزنب تاني انت كده تائب ممكن ببركة التوبة دي ما ترجعش للزنب تاني ابدا وتقول ازاي انا مش فاهم دي برحمة ربنا عز وجل فما تيقاش وانت ما تعلمش الغيب وتقول انا حرجع الله اعلم تاني حاجة انا افترض اللي انت رجعت فعلا للزنب تاني انا استفدت ايه استفدت اللي انا اللي فات ده تتغفر يعني كل اللي عملته من الزنب ده بعد ما دام انا ندمت وقلبي واجعني وكنت فعلا صادق اللي انا مرجعش للزنب تاني اللي فات اتغفر واللي عملته جديد محتاج توبة جديدة يبقى استفدت استفدت في غفران وظنوب الماضية وخد بالك لما تقعد بقى تجاهد نفسك وتقوم وتقع وتقوم وتقع ومت على كده لا انت كده مجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبولنا ربنا ايدلك عطري ما دام انت مجاهد مش منافق خلي بالك ازاي تقول فايدتها اتتوبة فاوائدها اللي انت يتغفر لك اللي فات ان ربنا ممكن يكافأك بيها تسيب المعاصي بعد كده فعلا لو انت بتقول ازاي ما عرفش واللي انت تكون مجاهد في مقاومتك لكن اوعى 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 تستسلم وتقول خلاص مفيش فايدة توب وقع توب وقع وانت على خير عظيم ان استمررت على ذلك دعم الفيديو بشير والاكم من شرف القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم